إنما في حلول إيه بقى الحلول؟ في حل لو زعي من شئيء أحمد موسى ومصطفى بكري ويا رب بشبه بعض بس مصطفى أطول الإعلام التاني بتاع السامسونج اللي حقيقة بيلعب في النهائي في التعريض مع أحمد موسى بل بيتفوق عليه لأنه هو المؤسس مصطفى بكري أو الشهير بمحفوظ عجب في رواية القاهرة 30 طالع يقترح إن الحل في المحاكمات العسكرية نجيب من الآخر نعم محاكمات العسكرية لمين اسمع؟ أقول الحكومة صح صح شوية حالة الفوضى اللي بتشهدها الأسواق المصرية سببها الغياب الكبير للرقابة على أسعار السلع الناس كلها بتعاني من ارتفاع الأسعار كل الأسعار كل السلع لأن الزيادة مش على حاجة واحدة لا ده كل حاجة بقى فيها زيادات بنسب كبيرة جدا أنتوا بتحولوا حياة الشعب إلى جحيم لازم كل تاجر يتلم لأنه دول جزء كبير جدا من الأزمة في ناس شرفاء وفي ناس محترمين لكن في ناس ما عندهاش ضمير في ناس مش حاسة بمعاناة الشعب المصري في ناس مش حاسة أن في ناس ما بتدوجش كيلو اللحمة بالست شهور بالست شهور لأن كل لحمة ما شاء الله 400 جنيه وطالع مين هيستحمل كده؟ وعشان كده بنقول يا جماعة زي كان رئيس الدولة بنشتغل مطلوب كل مسؤول يشتغل ما تعدش تسيب لي السوق كده وتقول لي أصل مش عارف إيه لا لازم ننزل للناس وتتاخد إجراءات وأنا طلبت قبل كده قلت اللي يرفع لأ صعب لتحكم محاكمة عسكرية كله بيكلم على محاكمات عسكرية بيقولك التجار محاكمات عسكرية وكامل الوزير يقولك محاكمات عسكرية اللي يرمز بالا محاكمات عسكرية يا بي محاكمات عسكرية دول بدأوا إجراءات غريبة جدا ده فيه خبر نازل في رازد النهاردة ممنوع بيع السجائر في مرسى مطروح إلا بوجود مفاتش تموين قوليني كده؟ قوليني الخبر بعتتولك ده؟ السجائر أهو أهو الله أهو حظر بيع أي علبة سجائر بمطروح إلا في وجود مفاتش تموين قررت مدرية تموين مطروح عدم بيع أي علبة سجائر إلا في وجود موظف من وزارة التموين بمطروحة ومن يخالف ذلك سيتم شطبه نهائيا من الشركة أنا لما قريت الخبر ده استغربت قوي دلوقتي مرسى مطروح دي محافظة كبيرة ومترمية الأطراف صليت على النبي وفيها السوبر ماركت وفيها بقالة وفيها إكشاك وفيها محطات بنزين وكل دول بيبيعوا سجائر محطاتك لما يجي واحد يشتري علبة سجائر من دكان بقالة في حتة مطرمية الأطراف في مرسى مطروح فيقول البقاء مشار خير عما جمعة إيه الأخبار وهياتك يديني علبة كذا فعما جمعة يقول لحظة واحدة قال له مدير التموين يبعتوني حد عشان فيه زبون أنا عايزي اشتري علبة سجائر إحنا يا جماعة رايحين حتة تالتة علبة السجائر ما تتبعش إلا في وجود مفاتش تموين مفاتش تموين ده هيلحق على كام سوبر ماركت ده هيور هيور يا أخوانا إنما على أي حال ماشي على أي حال نفس أسألك سؤال على رأي الست لما قلت له في الأغنية أنا عايز بس أسأل سؤال يعني مش ده حل بتاع مصطفى أبو البكاري ده مش ده حل محاكمات عسكري بس حل مش مقنع ولا هينفع عشان كده الحقيقة رسائل سامسونج شغالة على نغمة واحدة دلوقتي ماخدوش يا بابا ماخدوش يا بابا الرسائل دلوقتي شغالة على هو إزاي يطب للسيسي ويبدع عنه أي مسئولية للحالة الزفت اللي فيها البلد دي فأنت ما عندكش حاجة هتقول إيه السيسي وفر لك ولقمة العيش ما حصلش السيسي وفر لك مش حاجة ما حصلش ما حصلش أي حاجة فأنت تعمل إيه بقى تجرد الموضوع خش بقى على الشخصية نفسها البطل والمنقص فتبقى كده بص يا ريس يكفي السيسي وقفته يكفي السيسي وقفته وما فعله المصر في 3 يوليو يخرب بيه 3 يوليو و14 أغوص الله يحرق 14 أغوص مش محتاج يعمل إيه حاجة تانية ليازال زعيما طول الوقت بس يا معلم لقى اللي بعده إيه لقى اللي بعده إيه ده دي كفاية الكفاية اللي بعده إيه هو فيه بعد كده كلام قال لك يكفي السيسي مش لقين حاجة مش لقين حاجة صح يكفي وقفته آه والله العظيم يكفي وقفته في 3 يوليو و14 أغوص وقعد عليهم قعد عليهم دول بقى يقعدوا بس وخلاص بقى معلم شوف انت عملت وانت عدت دلوقتي اقتنعت آه انت اقتنعت يعني انت هتقول له إيه قال لك يكفي السيسي وقفته في 3 يوليو 2000 و كم 2013 يكفي السيسي وقفته في 2013 واللي عملوا في فد ربعة في 2014 دول كفاية ليه طبعا حصل ايه في دول هات بقى مصطفى باكري هات مصطفى باكري الاتنين دول بيقلوا على بعض بقى قال لك اعداء الوطن هدفهم هادم مصر لو تصبح مثل سوريا واليمن والليبيا وعدن الله يخرب بيت كده فانت عزيزي المواطن اللاجنة اذا ملقيتش اي حاجة تنقذ بيها السيسي او تقنع بيها المواطن المصري الجعان اللي بيتحسب عليه بالبصلة المواطن اللي في مارسة ما تروح اللي مش هيشتري علبة السجال غير في وجود مفاتش تموين وربما كمان يتحرر محضر تم بيع علبة كيلو باترة سوبر للمواطن الجعان ده في حضور السيد مفاتش تموين جمعة صدمان عريان امدي يا رئيس امدي توقع الله امدي ألف مبروك كل ده عادي يكفيه ان هو وقف في تلاتة في في تلاتة يوليو وقف في تلاتة يوليو الفم تلاتاشر شوف ندكوين